وفي خطوة لدراسة الخيارات المتاحة للتعاطي مع الحراك الشعبي عقدت قوى المعارضة بمقر حزب طلائع الحريات في العاصمة اجتماعا موسعا شهد حضور شخصيات ووجوه عديدة وخطف الأنظار حضور كمال جمازي ممثلا عن الجمهة الإسلامية للإنقاذ المحضورة في غياب علب الحاجة للرجل الثاني في الفيس وتنول اللقاء مخرجات تفاعل مع الحراك الشعبي والخيارات المتاحة أمام المعارضة عشية إعلان المجلس الدستوري عن الأسماء التي ستدخل غمار رئاسيات الثامن عشر أفريل الفين وتسعة عشر اجتمع خمسة عشر حجبا من المعارضة وأربعة نقبات عمالية مستقلة وخمسة وثلاثين شخصية وطنية ونشطات سياسيين بمقر حزب طلائع الحريات وأكد الحضور أولا تثمين استمرار وتوسع الحراك الشعبي السلمي الحامل للقيم الأصيلة للشعب الجزائري والذي يعكس تطلعاته العميقة والحقيقية في الحرية والعمل على مرافقته لتحقيق أهدافه لاستكمال المسار التاريخي للاستقلال وتثبيت قيمه النوفمبرية ثانيا إدانة تعنت السلطة السياسية القائمة وتجاهلها لمطالب الشعب وإصرارها على فرضها لانتخابات مستفزة للشعب ثالثا تأكيدهم أن إجراء الانتخابات القادمة في ظل الظروف الحالية ووفق الإطار القانوني الحالي يمثل خطرا على استقرار البلاد ووحدة الأمة ترجمة نانسي قنقر